في هذا البستان بمنطقة الجادرية وسط بغداد يجتمع هؤلاء الأهالي الذين تعرضت أراضيهم للاستيلاء من قبل جهات متنفذة بحثا عن حل يمكنهم من استعادة ما سلب منهم أبو علي اللامي أحد هؤلاء الذين تعرضوا للتهديد من أجل التخلي عن بستانه الذي ورثه عن أجداده ممنوعين من دخول أراضينا والعصابات والموافيات التي تستولي على الأراضي هي سيطرة كاملة تحت تهديد السلاح المنفلت وبدعم جهات ونفوذ والمال السياسي وشخصيات من السياسيين وغيرهم ونسأل علي هذا منه هذا فلان شخصية عن مدن خاف ونرتعد وسبق أن قاومناهم بالبداية وقاموا بضربنا وضربة بنعمية لم تكتفي هذه الجهات بالاستيلاء على الأراضي بل أجبرت أصحابها على بيعها بأسعار قليلة جدا مقارنة بمثيلاتها في المنطقة قسم منهم جبرهم أن يبيعون في مدينة الصدر المتر بمليونين هنا بخمسمائة ألف بالجادرية انطوع أربع وراق له ثلاثة بالمتر جرفوا النخيل بالحدود 12 ألف نخلة جرفوا البساتين العامر وإحنا محافظين عليها أبا عن جد أبو علي ليس الوحيد هنا الذي تعرض للتهديد فهذه السيدة منعت من دخول أرضها من قبل جهات مسلحة دون أن تعلم السبب وراء ذلك الأمر الذي دفعها إلى التفكير في اللجوء إلى طرق أخرى غير القانون إذا لم تتحصل على حقها الموضوع إذا رح يستمر بهالشكل وما ينحل إحنا همينا عدنا عشاير وأنا حسنية موسوية ونقدر نناشد عشيرتنا ويجون وإحنا ما نريد نوصلها لأن العشيرة إذا إجتي وتثير بس طلقة وحدة تنثار يعني رح يفلت الأمر وإحنا ما نريد هذا إحنا نريد نناشد القانون والحكومة تأخذ الأمور بجدية وبدون المماطلة وزارة الداخلية دخلت على خط الأزمة لتعلن أن تحقيقا على أعلى المستويات يتابعه الوزير شخصيا لتنفيذ القانون ظاهرة الاستيلاء على الأراضي من قبل الجماعات المسلحة انتشرت بشكل واسع في البلاد وتحديدا بعد العام 2010 لتتحول المناطق السكنية إلى أشبه بعشوائيات تباع وتشترى خارج الضوابط القانونية هذه الأرض ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي يحاول المتنفذون الاستيلاء عليها لكن ما حدث معها من تفاعل شعبي وحكومي ربما يكون سببا في تقليل هذا الأمر مستقبلا سامر الكوبيسي العربية بغداد لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر